اشتركوا في القناة على كل حال مباراة الأهلي والزمالك المقامة النهاردة في الإمارات واحدة من الحاجات اللي بعد كمان فعاليات العلاقات المصرية الإماراتية مبهجة وجميلة وتوقيتها كده في نهاية الأسبوع كان جميل بالنسبة لنا كله لكن أبدا ما أبتدي أتكلم مع حضراتكم النهاردة في موضوع الحلقة لأن الأسبوع الحقيقة فيه من المعلومات والأخبار والتفاصيل أكتر بكتير من أني أقدر أقول لحضرتك يوم جمعة لطيف خفيف كده علينا لا كان أسبوع ثقيل مليء بالأخبار ومليء كمان بالمعلومات لكن الحقيقة بقى أنه من قطر ما كان مليان بالأخبار ومليان بالمعلومات دنيا تخبطت عندنا شوي عارفين نفسي أشبهها بأنه مثلا يعني لما تروح لدكتور وتقول له أو دكتور مثلا يقول لك أنت عندك كذا يعمل التشخيص المصبوط يقول لك عندك كذا والعلاج أنك هتاخد كذا العلاج ده بقى ممكن يبقى معجبكش بالمناسبة ممكن يبقى تقيل ممكن يبقى حقن فأنت ترد عليه وتقول له لا بس أنا دورت على جوجل وبنوصبه كل الدجهاد ربيد داهم الحكاية دي قوي دورت على جوجل ولقيت أنه ممكن أخد علاج كذا ينفع أنك تتناقش مع الطبيب في طريقة العلاج جدا وينفع تقول له لا أنا مش بحب الحقن ما ينفعش رأيخد أي طريقة تانية ما ينفعش رأيخد الدواء دا قراص فيقول لك طه آه في بديل قراص لكن هتتحمل لو أخدت قراص هتاخد وقت أطول تشبيه مش عارفة قريب ولا بعيد بس تقريبا ممكن يوضح لنا حجم أو حاجة جزء كبير جدا من نخبطة اللي حصلة عندنا ما بين المعلومة والخبر في مثل الدكتور دا مثلا اللي عند الدكتور دا المعلومة العلم اليقين اللي أنا بشارك به وبقوله وبناقش فيه الدكتور هو الرأي فيه فرق كبير جدا بين المعلومة والرأي وبين المعلومة والخبر ينفع أقول كده أن المعلومة هو أو هي يقين مبني على بحث علمي ومذكرة وفهمة حقيقي لأبعاد الموضوع دي معلومة لكن الخبر الأصل فيه أنه بتغير والأصل فيه أنه مجرد عنوان صغير لحقاية كتير جدا معرفاش عشان كده لما يبقى حواليك كتير جدا من المعلومات وكتير جدا من الأخبار اوعى تكون رأي مبني على أخبار أرجوكم نص الحقيقة كده ولما بنكون قراء وحتى نسخن كده في مواضيع وننفعل فيها ونغضب بناء على مجرد خبر أو مجرد رأي ده خطأ شائع كبير جدا عشان كده بعتقد أنه جزء مهم جدا من واجبنا إحنا كمواطنين في الفترة دي كل ما تزيد عندك المعلومات وتزيد القراء والأخبار أنك تدور على المعلومة وتعرف تميز ما بين المعلومة والخبر عشان كده هنحاول ونكتهد أننا نكون مصدر حقيقي لمعلومات رغم أننا كمان مطالبين نبقى مصدر موسوخ للأخبار من الأخبار اللي أقدر أسميها خبر وأقدر أقولك أنها كمان مبنية على كتير من المعلومات اللي وصلت من الناس بالمناسبة للدولة اللي وصل للناس من الدولة إنه في احتياج حقيقي لأننا ندعم الصناع الوطني في احتياج حقيقي أننا نبدأ في مصارنا اللي احنا متفقين عليه من زمان بس احنا يمكن نكون تأخارنا فيه بكرة قادر أقولك أنه تحولت كتير من المطالبات ومن الأراء ومن الأخبار إلى يقين حقيقي إلى معلومة أنه في مصر منظومة دعم الصناع اللي بنتكلم عليها بقالنا سنين بتبدأ في اطلاق جديد وحقيقي بدءا من الغد بكرة عندنا اطلاق وافتتاح افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة اللي فعالياته بتنطلق غدا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال هذا الافتتاح هيكون فيه أيضا افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ وتتشين عدد كبير جدا من مشروعات المبادرة بفكر حضراتكم انها تتكلمنا عن ابدأ من اسبوعين تقريبا الملتقى بكرة هو الاطلاق الرسمي لهذه المبادرة المهمة جدا والاعلان الرسمي عن انطلاق شركة ابدأ تطوير المشروعات وقتها كنا عندنا سؤال مهم جدا اعلقة ابدأ بحياة كريمة الحقيقة انه ابدأ هي نقدر نقول ان مؤسسة حياة كريمة هي المالكة بالحصة الحاكمة لمبادرة ابدأ والهدف هو توفير مصدر مستدام لتمويل مشروعات حياة كريمة وكل المشروعات المستقبلية ما ينفعش نقول ان حياة كريمة توقف لاننا لسه ما كان من الناس شغل وما ينفعش نقول انه يفضل تمويل حياة كريمة جزء من مسؤولتنا المجتمعية ورغم انه ده موجود ومستمر لكن ينفع جدا انها تبقى بتدير نفسها بنفسها وبتخطئ يعني اقدر اقولك انها بتدور او بتختارع موادر لهذه المبادرة ومن اهمها الصناعة اللي بيشارك بقى في دعم مبادرة ابدأ عدد كبير من المستثمرين سواء المصريين العرب الاجانب وممثلين من المؤسسات الاقليمية والدولية وبعثات ديبلوماسية ورجال اعمال وعدد كبير جدا من المشاركين في هذه المبادرة شجع حضراتكم انه بكرة الصبح كده نسحة نتفائل نتابع يقين مش مجرد اخبار بعد الفاصل هنكامل معكم تاسع مساءكم خير واحنا بنبدأ في العد التنازلي وايام قليلة بتفصيلنا عن كاب 27 مؤتمر العالمي للمناخ اللي بيقام في شارم الشيخ بعد ايام بدءا من 6 الى 9 نوفمبر او من 6 الى 18 نوفمبر الفعاليات الرئيسية والفعاليات ايضا الممتدة بشكل كبير شارم الشيخ طول عمرها واحدة من المحافظات المصرية المميزة جدا لكن اعتقد وانتوا اكيد بتتبعوا مع زملائي اللي بيقدمونا متابعات من هناك للاستعدادات انه بقى صار عندنا محافظة صديقة للبيئة بنسبة تقترب الى نسبة 100% المشاركات الدولية بتبدأ في التأكيد وتأكيد المشاركات بدأت بالفعل من فترة طويلة النهاردة اعلنت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني عزمها على انها تشارك في قمة الامم المتحدة 27 للمناخ المقامة في شارم الشيخ في مصر في اول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الايطالية الرئيس سيسيكان دعا رئيسة الوزراء الايطالية للمشاركة واكدت عزمها على تعزيز العلاقات والتعاون ما بين ايطاليا ومصر في كل القضايا الحاسمة مثل امن الطاقة والبيئة بعض الناس لحد النهاردة مش عارفين انه اللي بيحصل في قاب 27 هو مشاركات دولية على مستوى دولي ورئاسي على مستوى منظمات دولية بتتفاوض وتتحدث وتضغط على الحكومات والدول بالمناسبة عشان تستجيب لانه الموضوع مسهل الموضوع بشكل عام يبدو انه اقل عالم كله بيتحد على هدف نبيل جدا لكنه يحتاج الى قرارات ثقيلة جدا اقتصاديا بتقوم بيها او توقع عليها الدول وتلتزم بيها كمان بذكر الالتزام هذا اقولك انه كتير من الدول بدأت بالفعل تعمل مشاركات ممكن نقول عليها رفاهية لكن الحقيقة هي مش رفاهية ابدا وهي جزء من الخطة العالمية المحاولات تخفيض درجة حرارة الارض درجة ونصف مئوية هي محاولات صعبة وثقيلة ومعروف مين هي الدول الاكثر تأثيرا في التغير المناخي والدول الاكثر تأثرا بالمناسبة افريقيا من اكثر القارات العالم تأثرا واقلها تأثيرا تخيل بقى فبالتالي مثلا مصر لما بتشارك او مصر وهي بتستضيف كوب 27 هي صوت افريقيا كلها انها تقول وتضغط هي كمان وتضغط بالنيابة عن افريقيا الان اعادة توزيع الصناعة في العالم دي الادوات اللي الدول بتتفاوض فيها وبتتكلم بيها خبر بقى مشتبط جدا بده ويورينا العالم كله رايح فين عشان احنا لما نبدأ في هذا التحول كمان نقدر نقيس احنا مواكبين متأخرين ماشيين بنفس الايقاع الرؤية رايحة فين النهاردة مثلا مفاوضه المجلس والبرلمان والمفاوضية الاوروبية اتفقوا كده على حضر بيع السيارات والشاحنات الجديدة المزودة بمحرك احتراق اعتبارا من عشرين خمسة وثلاثين يعني مفيش عربيات تشتغل بالبنزين تتباع في اوروبا كلها بعد عشرين خمسة وثلاثين وتخيل عشرين خمسة وثلاثين مش بعيدة يعني احنا منتكلم في تلاتاشر سنة من دلوقتي يعني المصانع تبتدي تتحول الى انتاج السيارات صديقة البيع المجلس الاوروبي يكمل وقال انه اتمت الموافقة على خفض انبعاثات تاني امسيد الكربون بنسبة خمسة وخمسين في المية للسيارات الجديدة وخمسين في المية للشاحنات الجديدة بحلول عشرين تلاتين مقارنة بعشرين واحد وعشرين العالم رايح لده وبالتالي هرجع اقول عشان اعرف اقيس هو انا قد ايه واكب العالم هسأل نفسي اسئلة تخص توزيع الطاقة رؤيتنا لتوزيع الطاقة هبنكلم نشه تلاتاشر سنة من دلوقتي اوروبا كلها بطل تمتج سيارات تعمل بالوقود الطبيعي مثلا اذا هل انا محتاج اعمل مثلا يعني محطات بنزين كتير هل انا محتاج اصنع سيارات بالطريقة التقليدية ولا محتاج اغير توجهي في الصناعة ومحتاج اي صناعة وطنية لصناعة السيارات وتحديدا احنا بنتكلم كتير جدا على دعم صناعة السيارات اننا نقول طب هنصنع سيارات شكلها ايه ده سؤالنا واسئلة كتير يا مهانس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة المهندسين مهانس جمال مساء الخير على حضرتك مساء الخير يفنم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يمكن بعضنا يقول دي اوروبا والدول المتقدمة واحنا بعيد واحنا ملناش علاقة لكن بالتأكيد حضرتك عندك رأي مختلف وبالتأكيد قرار زي ده يقولنا انه في المستقبل القريب الصناعة التقليدية للصيارات بتنتهي وبالتالي دي رسالة لينا في توطين الصناعة اكيد لازم وجهة او طريق التفكيرنا فيها تكون مختلف بداية نتحدث عن green and clean environment بنتحدث كل دول العالم الان تتحدث عن البيئة الخضرة النظيفة ليه البيئة الخضرة النظيفة؟ لان كل دول العالم المتقدم نحط هنا خمس شورة تحت المتقدم ليه؟ ببص على اليومن كابيتل على الطاقة البشرية لان الطاقة البشرية هي اساس تقدم كل المجتمعات طب لو كل الاوروبا النهاردة وامريكا والصين تتكلم ان 20-30 هنبدأ نشتغل سيرات كهربية 20 ابريل 21 كان هناك مؤتمر عالمي حضروا 40 ليدر على مستوى العالم بقيادة الرئيس الامريكي جو بايدن في يوم المناخ تتكلموا كلهم وتعاهزت هذه الدول وكبريات شركات الصناع على مستوى العالم بالعمل على خفض الامبعاثات الكربونية السامة بنسب تتراوح من 40 إلى 60% 20-30 وكل الناس بتشتغل على ده ليه؟ لان احنا شايفين ان الامبعاثات الكربونية طبقا للقراءات الخاصة ببلومبرج العالمية تحدث عن ان 23% فقط من الامبعاثات الكربونية السامة من المركبات المركبات اللي هي السيارات الصغيرة الشاحنات الحافلات القطارات السفن الطائرات مهودايا بشواندس تحديدا اللي احنا بنسأل عنه بعض الناس يعني فيه رأيين هنا هيقول حد هيقول هم هيسبقونا بفترات زمنية بعيدة واحنا ما زلنا هنفضل نستخدم السيارات التقليدية لكن المنطق بيقول احنا بطبيعة الحل هنتغير وهنتأثر واوروبا هي المصنع الكبير لصناعة السيارات في العالم وبالتالي احنا كمان لازم ندرس خريطة الطاقة اللي عندنا وخريطة الصناعة كمان اذا كنا ننتوي اننا ندخل في هذا المجال ده كلام مظبوط جدا حضرتك قلتي حاجة كويسة قوي طب انا النهاردة عشان اعمل اعمل استثمارات في ايه يعني على سبيل المثال عندنا مبادرتين لرئيس الدولة المبادرة الولى لفخامة رئيس الدولة تتحدث عن توطين صناعة السيارات في مصر بيعلى مصر مصنع اقليمي للسيارات الكهربية رقم اثنين استبدال السيارات او احلال السيارات المتقضنة للعمل بالغاز هنا هنلاقي في المؤتمر اللي تكلمنا عنه برئاسة بايدن وكل الناس كانوا معاه جونسون وكان معاه ماكرون وكان معاه شولت من ألمانيا كل الناس يتتكلم على ايه والنهاردة خلاص الوقود الاحفوري هيتلغي تماما البنزين الديزل الفحم الغاز هنا عندي هنا وجهة نظر بوجهها لصاحب القرار ليه؟ النهاردة صاحب القرار لما احنا بنتكلم على المبادرة التانية لرئيس الدولة باستبدال السيارات المتقضنة للعمل بالغاز هنلاقي عاملنا بسنة 1995 لغاية 2020 مصر حولت 420 ألف عربية إلى العمل بالغاز 420 ألف عربية مقارنة بعدد المركبات الموجودة في الدولة في الإدارة العامة للمرور 11.6 من 10 مليون مركبة لو جئنا نقارن يبقى هنا مفيش مقارنة نهائي مقارنة هنا كان بي نجلكت يعني يمكن إهمالها تماما لأنه مفيش وجه للمقارنة نلاقي عندنا أن عدد المحطات اللي لازم تمون السيارات التي تعمل بالغاز لازم يكون إحنا عندنا نقصة في حدود 500 إلى 550 محطة طيب لو أنا النهاردة هعمل 550 محطة لو متوسط المحطة تكلفتها تقريبا لأننا عندنا كل ألف عربية بتحتاج إلى محطة طيب إحنا عندنا 250 من 420 ألف عندنا حوالي 170 ألف محطة نقصة بالإضافة لمبادرة معالي دولة معالي وزيرة الصناعة لكتعايز تحول 250 ألف عربية بمعدل سبعين ألف عربية عشرين واحد وعشرين تسعين ألف عربية عشرين اتنين وعشرين تسعين ألف عربية عشرين تلاتة وعشرين يبقى إحنا بيلزمنا 250 محطة تاني بالإضافة للمائة وسبعين بنتكلم أفضل يعني حددتك بتقصد أن إحنا يلزمنا محطات تحويل أو محطات الغاز لتحويل السيارات للغاز الطبيعي؟ لا يا فندم ما بقولش كده نهاية أنا بقول إن إحنا عندنا تكلفة المحطة الوحدة تتكلف من 40 إلى 45 مليون جنيه لو إحنا النهاردة عملنا محطات الغاز لو إحنا النهاردة عملنا 450 أو 500 محطة يكلفونا مليارات مع إن إحنا اتجاه العالم كله لإلغاء البنزين بالضبط كده أنا عايزة أستثمر النهاردة وأقول إن فخامة رئيس الدولة بيتكلم في توطين صناعة السيارات الكهربية كل دول العالم النهاردة تتحدث عن السيارات الكهربية يعني ببساطة أوجه استثماراتي حتى الحالية للرؤية اللي هي قريبة يعني بعد 7 أو 10 سنوات من دلوقتي بالضبط ده اللي أنا أقول عليه وده اللي مهم جدا طب الدولة تعمل إيه؟ الدولة النهاردة عشان تشتغل على موضوع الكهرباء أول حاجة عندك مصنع النص سيارات المصنع ده ما قفون بقاله 17 سنة لما نشتغل عليه ونعمل مبادرة لأن المبادرة الأولى مع وزير القطاع الأعمال كانت فشلة بعد 8 شهور ما بين دولتينج الصينية ونص سيارات فالنهاردة لما نعمل المبادرة دي النهاردة عندنا مستثمرين كتير عايزين يدخلوا الدولة يعملوا مشروعات بهذا الشكل بكرة يا فندم مبادرة إبدأ وهي من ضمن أهدافها المعلنة الصناعات الثقيلة وصناعة السيارات فبالتالي كلام حضرتك مهم جدا أي نوع من أنواع السيارات اللي احنا بنتطفق كلنا أننا نصنعه وأي نوع احنا نقول تماما احنا نبقى بره ركب إذا فكرنا أن احنا نصنع صناعة تقليدي مزبوطي بذبطي احنا هنا بنتكلم على إيه أول حاجة بنتكلم عليها عندنا سبعة مليون توك توك متواجدين في الشوارع المصرية لما عندنا مبادرة أو اتنين بتتكلم على استببال مليون توك توك بمليون مركبة كهربية تبا دي حاجة جميلة جدا لازم الدولة تساندها وتديها دعم كامل تموانس جمال هل صحيح أنه في دعم حصل لاستيراد السيارات الكهربائية وإلغاء الجمارك من عليها هل دي معلومة با دي بالزرطي فنم السيارات الكهربية ليس عليها جمارك بالكامل فقط عليها ضريبة القيمة المضافة عليها ضريبة التنمية عليها ضريبة الجدول بتتكلم في حدود 17% بس المهم ايه يا فنم أنا النهاردة مش المهم استورة السيارات الكهربية المهم يكون عندي وكيل للسيارات الكهربية أنا هنا ليه بتكلم على دور الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ليه لأن أنا النهاردة كل تاجر لو نازل جاب له 20-30 عربية باعهم في السوق حضرة الخطة العربية أسبوع 10 تيام طلعت على الطريق عملت حدثة وحضرتها في مركز الخدمة ما فيش مركز خدمة طب عايزة قطع غيار ما فيش قطع غيار طب عايزة نخش بقى في حماية المستهلك والمشاكل بتاعي الاستدامة حاجة تقصد الاستدامة أنا بتكلم على لازم الدولة تتعاون مع القطاع الخاص وأنا بمدي ايدي للدولة إذا هي عايزة تشتغل على هذه المنظومة نشتغلها مع بعض مع شركات صينية هي أعلى شركات على مستوى العالم هي هتيجي وتعمل المصنع وتعمل تكتف وتعمل النقاط الشحن وتعمل مراكز الخدمة وتشتغل مع الدولة طب احنا عاوزين بقى نحجز حلقة مع حضرتك لأن الموضوع ده في غاية الهامنية موضوع ده مهم جدا يا فنم احنا بنتكلم على شباب بنتكلم على كليات هندسة بتخرج خمسين ألف مهندس في السنة احنا بنتكلم على خمستاشر ألف مهندس في السنة ميكانيكا وكهربا لازم عندنا المهندسين دول بحطنهم خطة على الشور تيرم واللونج تيرم على أساس الناس دي تشتغل لكن كل سنة بخرج للمهندسين دي ومعنديش لها شور بقيت فيه مشكلة الدولة عملت المشروع القاومي للطرق شغلت فيه ألاف المهندسين والعاملين والفنيين والإداريين والمحاسمين ده خد جزء كبير جدا من البطالة وقال للك معدل البطالة في الدولة مفهوم يعني احنا كتوصد انه عندنا استثمارات يعني او عندنا فرص حقيقية للجذب استثمارات في مجال صناعة في سيارات الكهربائية عندنا قوة بشرية هائلة مدربة ومتعلمة تعليم جيد يؤهلها لده اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا اكتمال التنسيق يعني رؤى الدولة والقطاع الخاص والقوة البشرية أو ثروة البشرية اللي عندنا احنا عايزين نتفق على حاجة واحدة دلوقتي احنا هنعمل حلقة مع بعض ونتكلم على مستثمر أجندي قوي وبيشتغل مع الدولة المصرية في عدة مشاريع ممكن يعمل هذا المشروع إنتاج السيارات الكهربية في مصر ممكن ينقل النوهاو بتاع السماعة البطاريات الكهربية احنا خلاص حجازنا الحلقة دي حضرتك هتلاقينا بيانات المستثمر واحنا نشتغل كده على مدار الأسبوع على طول كل ده هنشتغل مع بعض فيه سوا أجهزة كتير جدا في الدولة بتهتمت ده شكرا جزيلا شكرا جزيلا رئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة المهندسين نورتنا والحقيقة أنه المواكبة العالم ما بقتش رفاهية زي زمان يعني زمان ينفع تقول ايه أول ما قالت طباعة في العالم تم اختراعها سنة 1800 غالبا عاجد وبعدين بدأت تدخل الطباعة دخلها الخليوة يسماعيل في مصد يعني هتلاقي أنه كان فيه فترات زمنية كده لحد ما تقدر تواكب الرجل دلوقتي ما عندناش رفاهية دي بالعكس أنت كل يوم بتتأخر فيه أنت بتخسر خسارة كبيرة وبالتالي احنا النهاردة وإحنا بنتكلم أنه بكرة على طول بننتظر مبادرة كبيرة اسمها مبادرة إبدأ هتكون بمثابة تنسيق حقيقي لكل الاستثمارات لتسهيل عمل المستثمرين كتير ما سمعنا زي مهانس جمال تم شاركنا فيه مستثمرين جايين وجهزين طب يروحوا فين؟ لا معروف دلوقتي يروحوا فين أو نقدر نقول أنه على الأقل بتذلل كل العقبات لهؤلاء المستثمرين لأن رؤيتنا دلوقتي أنه الصناعة هي الملاذ وهي مخرجنا الحقيقي من الظرف اللي احنا عارفين ومتفقين كلنا أنه ظرف صعب وظرف ثقيل علينا وعلى العالم كله لكن الفرق ما بين أنك تقول وتكاشف وتتكلم أنك تقول إحنا في ظرف صعب فهنعمل إيه؟ وما بين أنك تسمع لحد عمال يقولك إحنا في ظرف صعب والدنيا بازت وما فيش فايدة فرق كبير جدا فرق كبير لما تبقى شايف نفسك ليك قيمة مع احترام الشديد وفاعل وليك دور وتقدر تغير في المشهد وما بين أنك شايف نفسك مفعول به ومغلوب على أمره ومهزوم قبل أن تحاول والنوع ده من الناس الحقيقة لا يعرفش حتى نفكر معاه على كل حال يقيني الحقيقي أنه فيه كتير أنه لا مش كتير أنه معظم المصريين قدرين يفهموا أنه ليهم قيمة وأنه بلدنا ليها قيمة وأنه أكبر بكتير جدا من أنه حد أنا أسفة جدا في الكلمة دي يسخني على بلدي أو أنه حد يقومني على بلدي أنا أقدر أقول أن مشاكلنا نعرف نحلها وطالما شايفين في محاولات لحلها فإحنا متفقين حتى لو أنا النهار ده تعبان شوية أنا أعرف أحل مشاكلي مع بلدي أو اللي تخص بلدي لكن حد يسخني أو يقومني أو يقول لي أي حاجة تخليني أحس بالصغر والدونية وإني أقل وإني مهزوم الحقيقة هو ده عدوك الحقيقي بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم وبعدين هنرجع بقى نتكلم عن تفصيلة مهمة جدا ينفع نقول إنها استكمال لما بدأنا عن الحديث طب إيه فرص اللي عندنا نعمل إيه إحنا مكاننا فين وإيه الفرص القادمة ضيفتنا الكريمة دكتورة يوم من الحماية الأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شانس هتنورنا بعد دقائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر